السلام عليكم والاسم ديال الشخص إلا كان بعيد عليك غير ديريلي هذي توصلوا الطاقة الطاقة ديالك والطاقة ديال القراءة والطاقة ديال العشوب مع الصورة دياله مع الفاسوخ الناس اللي ما عندهمش الفاسوخ يديروا الحلبة أو يديروا إن شاء الله يديروا أم الناس إذن الناس اللي باغين هاد الوصفة هاد الوصفة من أقوى الوصفات من أقوى الوصفات اللي ستبطل السحر هاد الوصفة اللي ستشوفوا فيها تنديرها دائما عندنا طاقة سلبية أو عياء شديد أو مرض أو ابتلاء أو أي حاجة تنديرها لأن الإنسان معرض معرض للحسد معرض للعين معرض للسحر المرشوش في أماكن تقدر ما تكون داخل المنزل أو خارج المنزل تقدري تمسي خارج المنزل تكون تخطيتي سحر المرشوش في أي مكان ولكن نحن اليوم معرضين للحسد معرضين للعين معرضين للطاقة السلبية إذن اليوم معنا واحد لصفة اللي غد نحطوها على نية التصخير وعلى نية الإبطال وعلى نية أنني عندي ولدي ما تيبغيش يتبخر لي أو عندي ولدي بعيد علي إما في أوروبا في الخارج أو في الدول العربية ولكن بعيد علي وعنده طاقة سلبية إما ما خدامش وإما أنه ما تيقلش في أي مكان أي خدمة تخليها ما تيكونش عنده الزهر وما تيكونش عنده الميمون كينا البنت اللي بغد تزوج ولكن حالة واقف هي جميلة وخاسرة على رأس الفلوس وخدامة وكل شيء وتقدر تكون عندها السيارة ويكون عندها البيت ولكن الزوج ما تيدخلش للعتباء عندك المرأة جلسة في البيت ولكن دارت أي مشروع ولكن هذا المشروع ما نجحش معادي ما عندها تعطيل في المال تعطيل في الأولاد تعطيل ما تبوعة عندها الصداع والمشاكل في البيت إذن هنا غادي تدري الصور للأشخاص كاملين وغادي تخدمي بهذا الوصفة اللي غادي نحطوه هاد الوصفة غادي نديروها احنا في المنزل وغادي نديرها للشخص واحد ولكن بغيت نشاركها معاكم وبغيت نعطيكم هاد الفائدة اللي غادي تخدم اول مرة وغادي ان شاء الله تديروها على نية ان شاء الله يتحلوا البيبان وربي سبحانه وتعالى أي شخص بنتك معطلة على العمل او معطلة على الدراسة او معطلة على السفر او معطلة على اي حاجات تديري هالا انتي عندك قلة المال وعندك قلة الوفرة غادي تديري صورتك وديري هاد المكونات اللي عند العطار واللي غادي تديريهم ان شاء الله وغادي تبطلي أي حاجة عندك قديمة ولا جديدة عين حسد عندك طاقة سلبية اذا غادي نخدمو بها على نية الابطال الريحة ديالها في المنزل تتبطل السحر منتا تبدأ تبخ تتبطل تتبخ تتعطي واحد تفوسخة في البيت تتفوسخ حتى الجو ديال المكان غير ديريها وتهني من صدع الرأس ومن حرق الرأس وتهني على ولدك وتهني على بنتك وتهني على رأسك لأن الأسباب والنية النية أبلغوا من العمل على نيتكم ترزقون والنية تربح إذن ديروها وتهنوا من التعب اللي تيجيكم مرة مرة أي دار أي منزل فيه المشاكل ولكن تنحاولوا ونعالجوا نفسنا ونعالجوا الحالات اللي ولوا دابة تقدري تصابي في أي مكان بالعين وتجيبي طاقة سلبية تقدري تمشي للعمل تشوف فيك شوحدة بعين حاقدة تقدري تشدفاء أسبوع دي المرض تقدري أنك تجي تنامي يكون عندك اختناق شديد حتى أنك تحلي النوافذ وتحسي براسك عندك شيء جالس على الصدر ديالك إذن تتعنوا بالله ذكروا الله صورة الفلق نقرأها بعدد سبعين مرة صورة الناس نقرأها بسبعين مرة على الماء ونشربوا لأن صورة الناس مزيانة لهذه الاختناق والصورة الفلق تتحل العقد صورة ياسين أنها تتعالج المواقف للتسخير الأمور عندنا صورة الفلق هي رائعة في حل العقد تنصحوا بها الرقاد وتنصحوا بها الناس المعالجين بالقرآن تعالجوا بالصورة الفلق فقط هي رائعة في حل العقد لأن الإنسان يولي عنده العين والحسد والطاقة السلبية وتكون عنده كلام من وراءه يولي عنده طاقة العقد في الجسد دياله أول حاجة تتمركز تتمركز عندك في القلور العصبي وفي المعيدة تقول لي عندك غتيان تقول لي عندك دوخة ما قدش تجلسي مع الناس أو أنك دائما محبطة أو دائما مريضة إذن نتابهوا لهذا الحويج وعالجوا نفسكم بنفسكم رنتوا ما هما راقي أنتوا ما هما ليس يتحسوا بريوسكم حاولوا أنكم تديروا هاد الوصفة لأنها رائعة غالي ناخد الخزامة الزرقاء هذي كلها بخمس دراهم إذن العشوب را ما غالي هذي تديري بها ستة المرات ولا سبعة المرات هذي تأخذي الخزامة الزرقاء الخزامة الزرقاء إذن غالي ناخد الخزامة الزرقاء غالي نوضع أنا حاطة هاد شي وحاطة الصورة عندما الصورة هذي الصورة وكنت غالي ندير هاد الوصفة للشخص معين في المنزل ولكن أنا اتفكرت أن الناس اللي حلولي تعليقات عندهم أصحار رعيو بالتبخي رعيو أنه هنديروا بديل بديل توسيخ هذه الحليل هذي غير بالماء العادي من الصنبور غالي اتخذوا واحد ثلاثة كؤوس لأنك غالي تبخيها مدة أسبوع غالي ندير الخزامة غالي ندير العرعار غالي ندير الفصوخ الفصوخ هوا الفصوخ مع لبان الذكر هوا لبان الذكر هذر الفصوخ هنتما هذر الفصوخ الابيض مع لبان الذكر إذا هنا غالي ناخد هذي الفصوخ مع لبان الذكر وغالي نوضع هنا وغالي نحاول ناخد العرعار العرعار ياللي ما تخلي العرعار هناخد واحد معلقة كبيرة غالي ناخد واحد قطعة مسك قطعة مسك تكون كما كانت غير شوية المسك خدينا إما ماء الورد أو ماء الزهر ماء الزهر هنتخلي كالصغير هنتخلي ثلاث ورقات دي الأوراق الغار شو خاص نكتب عليها هنا هنكتب عليها الاسم 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 دي الشخص هنا هنكتب عليها الاسم دي الشخص هذي الاسم دي الشخص وغالي نكتب عليه إن شاء الله هذي الآية هذي الآية صغيرة جدا ولكن المفعول لها القوي إن الله سيبطل له إن الله سيبطل له هتكتبوها مرة واحدة هتكتبو الاسم ديالك والاسم زيال الأمische ثلاث ورقات إذن اسم تيالك واسم ي胃مك ب somewhat piece أنا لدي قلم أسود nakتب الاسم الاسم الشخص ويكتب الاسم ونأكلم إما ما نكتب واحدها ولا نكتبها اللور. ونكتبها ثلاث مرات نكتبها. ونكتبها مرة واحدة نكتبها. إن الله سيبطلو. إن الله سيبطلو. إن الله سيبطلو. ونوضع هنا يا ورقات الغار. نحطها فوق. نحطها فوق البوطة. ها الصورة هاية الصورة. هاية. ونخليها بعد ما نكتب عليها الاسم. وغادي إن شاء الله بحول الله وقواته. آآ تتحسبوا ولادك عيانين. ما ناجحاش معهم تحاجة. تيحسوا بعياء. تيحسوا بأي حاجة. غادي تبطلي اليوم. قيني الناس اللي غادي يديروا المسك الابيض او المسك الاسود. او المسك الاحمر. او المسك آآ طهارة. انتموا بالاختيار. آآ وغادي تديروا اما ماء الورد. واما ماء الزهر. وغادي تقربي هاد الوعاء الى الفم ديالك. وغادي تقرأي هاد الآية اللي كتبتها هنا. ان الله سيبطلو. ان الله سيبطلو. ان الله سيبطلو. بعدد آآ العمار ديالك الشخص عنده عشرين عام. غادي نقرأها عشرين مرة. غادي نحطها فوق البوطة. هنحطها فوق البوطة. فوق النار. وغادي نشعل لها النار آآ بنار ضعيفة بزاف. ونخليها كل مرة نجي نقرأ ان الله سيبطلو. ولكن ما نخليها حتى تولي غاليان. سيغير التبخ ونطبيع لها سيكون منديل أبيض سيغلعها في مكان محفوظ وعيد على الأنظار يوم آخر درتها مع المغرب درتها مع الصباح نقنديرها في نفس الوقت مدة أسبوع حتى تنشف حتى تنشف هذا الشيء غادي نشف مدة أسبوع غادي نشف الصورة تمحات تمحات هذه الصورة نعرف هذه الصورة أردت بطلات هذا الشخص أي حاجة ما قادش عنده غادي نلوح هذه الصورة غادي نقطعها واللوحة اللوحة في إما في بحر وإما في جيد شي شجرة أو مكان عاشب مهم اللوحة في القمامة اللوحة في مكان يكون فيه شجر أو يكون فيه مهم نقطعها مهم الصورة رغم نبقاش بينها ما يبقى فيها أطر شخص ما يبقاش فيها حتى تولي كلها أنها بيضة على قطعها ولوحها في مكان عاشب أما العشوب غادي نهزهم ونشفهم في الضل ولو أنهم يكونوا تبقوا نشفهم في الضل وغادي إن شاء الله نديرهم في شي قطعة ديال الملابس ديالك الشخص قطعة ديال الملابس ديالك الشخص تكون تكون بيضاء او تكون زهرية ونخليها مبين الملابس او انني اللوحة في مكان عاشب او لوحة العشوب اللحم في مكان عاشب متبوخين غير بالماء ولكن الى خليتهم هو بعيد خليتهم تحت الملابس دياله غاديكون عنده ان شاء الله ابطال تام اذا ان شاء الله تنتمنى انكم تحطوا لنا لايك ودعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته